إلى الموصل حيث أكد العميدة ركون شرزاد عزيز قائد فرقة الموشات عشرين أن القوة الأمنية مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية ضد أوكار داعش وكشف عزيز عن مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش واعتقال نحو عشرين آخرين من التنظيم وتدمير مجموعة من الأنفاق في مناطق شمال غرب الموصل بالنسبة للعمليات الاستباقية مستمرة تزامنا مع ذكرى تأسيس الجيش من يوم واحد واحد قمنا بتنفيذ عمليات الاستباقية في ناحية بادوش وكذلك ناحية المحلبية وناحية القيارة وناحية حمام العليل والشورة خلال هذه الفترة تمكننا من اعتقال أكثر من عشرين واحد مطلولين وفقا مادة أربع إرهاب وسلمناهم للجهة الطلب وكذلك تمكننا من قتل ستة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في سلسلة جبال عطرانة وكذلك تفجير وتدمير الأنفاق الموجودة في سلسلة جبال عطرانة وكذلك سلسلة جبال بادوش